قرار التسير في ضوء ظروف المنافسة في المحاضرة السابقة أخذنا قرار التسير في ضوء الاحتكار المرات بناخد في ضوء المنافسة Price decision in the competition في هذه الحالة يتحدد سعر السلعة من خلال قوى العرض والطلب التي تعتمد على ظروف المنافسة ولا تستطيع إدارة الشركة فرض سعر السلعة أعلى من المنافسين إلا إذا كانت السلعة تتميز بجودة أعلى من جودة سلعة المنافسين معدلة السعر في حالة المنافسة الكاملة هتختلف هنبدأ بسعر بالوحدة ناقص هامش ربح الوحدة يساوي تكلفة الوحدة وبالتالي فالسعر مفروض من قبل السوق كده المرات السعر هيبقى معطى بالنسبة لنا من إدار شيء نبيع زي ما إحنا عايزين مثل الحالة السابقة وعليه تبحث إدارة الشركة في كيفية خفض تكلفة الوحدة بالطبع دون المساس بالجودة حتى تحقق هامش ربح عالي وهذه الحالة هي الأكثر منطقية في عالم اليوم الذي تتزايد فيه حدة المنافسة وتتطلب من إدارة الشركة تبني الأدوات الحديثة لإدارة التكلفة إذا كانت المعادلة بالشكل ده السعر هنا مفروض علينا من قوى السوق طب افرض إن السلعة اللي أنا بنتكها بنفس المواصفات المنافسين في السوق بيبيعوها الوحدة الوحدة بخمستاشر يبا لازم أبيع زيهم طالما سليتي نفسي جودتهم أنا عايز أحقق هامش ربح كام عن الوحدة لوحدة مثلا اتنين لو أنا عايز أرباح في كل وحدة اتنين يبقوا الخمستاشر ناقص اتنين تطلع كام ساوي تلاتاشر يبا المفروض التكلفة تكون عندي كام تلاتاشر طب افرض أنا عايز أكبر الهامش بتاعي مش هقدر أتحكم في السير و هزوده هيبقى السير زي ما هو خمستاشر بس أنا نفسي أحاج أربح عن كل وحدة خمسة ريال إزاي أوصل للهامش المستهدف هذا في أن أنا أوصل لخمسة ريال يبقى الفرق بين الخمستاشر والخمسة كام عشرة يبقى المفروض أقعد أخفض في التكاليف من تلاتاشر لكام لعشرة يبقى نعمل دراسات لخفض التكلفة إزاي نخفض التكلفة من تلاتاشر لعشرة دون المساس بالجودة دون المساس بالجودة ترجمة نانسي قنقر